شهد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مجبولي بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطع الأعمال وشركات التابعة لها كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل والتدريب العملي في مواقع العمل وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاتثمار فيها والعمل على تنفيذ خطط طموخة تستهدف الإصراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة والعمل على تعزيز تثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام